اكتر حاجة بتميز الفترة اللي احنا عايشينها دي انك تقدر بسهولة توصل للمعلومة عن طريق الانترنت ببحث صغير كده تقدر توصل لأي شيء انت عايز تعرفه مع الاسف في الوقت نفسه بيكون فيه معلومات كتير وصعبة انك تستوعبها مرة واحدة يعني نقدر نقول عليها معلومات مكالكعة عشان كده بيكون جميل قوي لما بنلاقي حد يقدر انه يقدم لنا معلومات كتيرة ومختلفة في صورة بسيطة والاجمل ان المعلومة دي تكون في صورة حكاية وقتها المعلومة بتفضل في دماغنا مش بننساها ابدا زي زمان لما كنا صغيرين وبنحفظ جدول الضرب وكمان المعلومات المهمة بالاغاني عشان نبسطها على نفسنا لكن المشكلة هي مين يكون مصدر ثقة ان احنا ناخد منه المعلومة دي لانه مع الاسف بقى فيه ناس كتير قوي بتقول اي كلام في اي كلام وبتحب قوي انها تحط التاتش بتاعها ضفنا النهاردة بيقدم حكايات حقيقية خليته مصدر ثقة لناس كتير قوي انه هما يتابعوه لدرجة انه حد اللحظة دي عنده حوالي 2.800.000 متابع على اليوتيوب ضفنا النهاردة اللي منورنا هو اليوتيوبر محمد عبد الناصر او ناصر حكاية زيك يا محمد عامل ايه كله تمام الحمد لله اول حاجة عايزة اعرف ليه سميت البيتج بتاعك او اليوتيوب شانل بتاعك ناصر حكاية والله هي كانت في البداية كنت مسميها حكاية بس وكنت بقدم فيها حكايات وبعدين مع الوقت بقى ايه بدأت الناس تبقى عايزة تعرف مين الشخص صاحب القناة دي فزودت اسمي بقى كتبت ناصر طيب انت اقول لنا البيتج بتاعتك او اليوتيوب شانل بتاعك بتعمل فيها ايه وبتقدم فيها ايه بالزبط كل اللي انا بقدمه هو حاجة طرفهية للناس سواء كانت بقى عن طريق قصص مثلا بتتقدم سواء كانت عن حاجات بسيطة صغيرة فيديوهات صغيرة كده نقدر نعمل بها حالة من الترفيه للناس اللي بتتفرج المهم احس في الاخر ان انا بفيدة اللي بتفرج عليها سواء بقى بمعلومة او بابتسامة بدحكة باي حاجة والمعلومات بتكون دايما مجمعة من حاجات حقيقية ولا بتبقى قصص كمان لا 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 انا قرق جيد الحمد لله ودايما لما باجأتكلم في قصة لازم اكون محضر الموضوع كويس جدا من كل المصادر وكمان بذكر المصادر دي في الفيديوهات عشان حتى الناس اللي تبقى عايزة تبحث اكتر تقدر انها توصل المعلومة بتقرى كم كتاب في الاسبوع تقريبا لا مؤخرا بقى موقف شوية حوار ان انا مسك كتاب بايدي كده والوقت الانترنت مسهل علينا جدا القصة دي فمش بحدد حاجة معينة يعني طول الوقت بقى معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا يعني ايه على حسب الشغل يعني حسب ما بقى لايه وقت فاضي افضل بقى ادور في معلومات في كل حتة يعني انت دراستك لها علاقة بالموضوع ده خالص خالص بكريوست جارة يعني مالوش علاقة خالص بالقصة دي وقسم المحاسبة كمان بس ده مفيش علاقة خالص خالص ايوا بزبط بس هو جوايا يعني من زمن ان انا بحب او بحس ان انا اقدر اوصل حاجة للي قدامي اتسمع لكلامي اكتر فده خلاني اخد بقى الخطوة دي يعني طب محمد انت ايه اللي خليك تتجه انت بتقول انا كنت محاسبة وتجارة يعني موضوع فعلا مالوش علاقة ببعض خالص ايه اللي خليك يعني تكتشف الجانب ده فيك وتروح للموضوع ده لا هو انا من وانا صغير وانا حتى في الازع المدرسية كده عايز امسك المايك عايز اتكلم الكلام ده بس كان عندي مشكلة ان انا بتحرك دايما من الناس فعشان اتغلب على ده لازم بقى ادخل في مجالات وتكلم مع ناس كتير وحاجات زي كده مهم خطوة ورخطوة بدأ بقى يظهر السوشال ميديا قدامنا بدأت تدريجيا نعمل حاجات بسيطة كده لحد ما الناس قالوا لي لأ انت لازم تروح على يوتيوب بقى هو ده المنصة اللي تقدر تعمل فيها فيديوهات طويلة براحتك زي ما انت عايز فجربت والحمد لله لقيت الموضوع يعني مش اكتر ما انا كنت متخيل يعني طيب محمد انت ازاي بتختار مواضيعك يعني انت بتختار ان انت تقول الفيديو ده هيكلم مثلا انت الاسبوع ده مثلا او النهار ده عن حاجة الحاجة دي انت بتنقيها ازاي انا مقسم وقتي في وقت كده ده يوم مخصص لاختيار الموضوعات هو ده اليوم ده من الصبح كده انا اول ما بفتح بقعد اكتب مثلا عشر افكار او خمستاشر فكرة مثلا عايز اتكلم على اليوم الفترة اللي جاي فابدأ بعد كده اليوم اللي انا مخصصة ان انا بعدي فيه الفيديو ده بابدأ بقى اجمع مصادر واجيب معلومات اكتر عن الموضوع وبرتب بقى على حسب ما انا يعني متشوق للموضوع ده او متحمس له اكتر بتكلم فيه طيب قبل كده جمعت معلومات وحكيتها في قصة او حكاية ولقيت ان في معلومة ترد غلط في مصر من قريب كده كنت بحكي قصة من القصص الدينية ودي بقى مينفعش يبقى فيها هزار وكنت بحثت كويس جدا بس فلتت مني معلومة كده في النص بس ما عنديش مشكلة ابدا ان انا اعتذر للناس في التعليقات وهي بقى انت بني ثقة برضو بينك وبين الناس يعني الناس بتغفر لك يعني خلاص اوكي هو في ثقة بيننا وبين بعض مفيش مشكلة وهي معلومة بسيطة ما اثرتش على الموضوع كله يعني طب عرفت ازاي ان هي غلط يعني حد قالك مثلا من الناس لايت حد في التعليقات ودي احلى حاجة بقى بصراحة ان على حسب المحتوى بتاعك جمهورك او متابعينك بيكونوا نفس انه انت مثلا بتتكلم في القصص وحكايات فلي بيتابعك وقارق برضو وعارف قصص كتير وحاجات زي كده فلاقيت الناس عدلت علي في التعليقات قالوا لا خلي بالك هنا في غلطة كده احترمت ده جدا ودخلت بحثت ولاقيت انهم كلامهم صح واعتذرت بقى في التعليقات وده ده امر وارد يعني قايرت القانتنت يعني عدلت الحطة الفيديو اللي بعده بقى في البداية كده قلت لناس انا بعتذر المرة الفاترة كان فيه كذا كذا بس يعني هي ما كانتش حاجة قوية يعني لو حاجة قوية ممكن انا مسح حادي معنديش مشكلة اه طبعا اكيد طيب خلينا نروح نشوف فيديو ديك ونرجع تاني على طول النهاردة احكي لكم واحدة من اكتر التجارب العلمية المرعبة في التاريخ التجربة دي فيها كمية عمق وفيها رسالة في الاخر مهمة جدا في الاول هتحس ان الامور طبيعية وبعدين حرفيا هتلاقي الدنيا وصلت لسواد غير طبيعي النهاردة احكي لكم تجربة الكون خمسة عشر بتبدأ القصة سنة الف وتسعمية وسبعين لما قرر عالم السلوكيات الامريكي جون كالهون انه يحمل تجربة سماها الكون خمسة وعشرين هتعرف ليه خمسة وعشرين بس في اخر القصة المهم التجربة كانت عبارة عن انه هيجيب ثمن فران نصهم ذكور ونصهم اناس ويبنلهم مستعمرة مخصوص مليانة كل اللي هيحتاجوه وكل اللي بيجروا وراه طول اليوم اكل وشرب ومساحة واسعة بحيث يقمن على وجودهم للابد وانهم يكونوا سعداء وسمى المستعمرة دي جنة الفران وبدأت التجربة وبدأ يسجل ملاحظاته كل يوم اول مولود جاه في المجموعة جاه بعد وقت قصير والحقيقة ان عدد الموليد من الفران كان ضخم وبيزيد كل شوية والاوضاع مستقرة والفران مبسوطة وسعيدة باللي وصلت له من كمال تام كل حاجة محتاجنها حرفيا موجودة حواليهم لدرجة ان عدد الفران وصل لستمائة فار في مدة وسيطة جدا بس في اليوم تلتمية وخمستاشر من التجربة لاحظ كلهم ملحوظة غريبة وسجلها سلوك الفران بقى عنيف جدا بشكل غير مفهوم والاغرب انه بعد تدقيق بدأ يلاحظ ان الفران كونت جماعات واحزاب كل مجموعة منفصلة عن التانية وكل مجموعة فيها افراد شبه بعض يعني مجموعة فيها فران اقوياء ومجموعة ضمت فران سلوكها متشابه وهكذا تمر الايام والتجربة بدأت تكون اغرب واكتر سواد مجموعة من ذكور الفران الضعيفة سابت مكانها والاناس بتاعتها وراحت تقعد في زوايا بعيدة عنها وبدأت الفران الاقوية تختصب الاناس اللي هرب منهم ازواجهم وسبوهم مع اطفال صغيرة ركز معايا عشان ما تسرح فران زكور ضعيفة تسيب زوجتها مع ولادهم فتيجي فران قوية تختصبها طبعا موضوع صعب جدا المهم بعد كده بدأت الفران القوية في فرض سيطرتها على الباقي الاناس كمان بدأ سلوكها يكون عدائي يعني بقوا يتعاملوا مع اطفالهم معاملة غريبة جدا ويضربوهم ويعتدوا عليهم لحد ما بدأوا يقتلوا اطفالهم بنفسهم المسير للاشمئزاز ان بعض الفران بدأت تاكل فران زيها على الرغم من وجود الاكل بشكل كبير جدا لكن القوة كانت دافع شهواني اكبر كتب كلهم وقتها لقد انهارت كافة الروابط الاجتماعية بين الفران وانخفضت معدلات الانجاب لحد كبير كما ان الاناس عددها فيه تناقص مستمر نتيجة للقتل او الانتحار لحد بعد سنتين بالزبط اتولد اخر فار في الجنة دي والفار ده بقى متوحش وقدر انه يقتل كل الفران الباقي وفضل هو لوحده بعدها قفل كلهم التجربة على كده تجربة الكون 25 كلهم كان عمل 24 تجربة قبل كده على نفس الشكل وفي كل مرة كانت النتيجة نفسها عشان كده سمى التجربة دي تجربة الكون 25 لو لسه ما وصل لكش المغزى من الحكاية تعالوا نفتكر كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير انا بامانة اول ما سمعت الاية دي بعد معرفت قصة الكون 25 اترسمت على وشي ابتسامة واحساس داخلي جميل كده بمدى عظمة الخالق اللي هو بيقول لنا انا كان ممكن ازودكم كلكم واخليكم اغنية ومعاكم كل الرزق اللي يكفيكم وترتاحوا في الدنيا تماما لكنكم هتبغوا في الارض واستخدم لفظ تبغوا نظرا للاهتمام باستغتام الشهوات اكتر من اي حاجة تانية حقيقي الحياة مش عباسية زي ما ممكن تتخيل انما كل شيء محسوب بضقة سبحان الله الخالق العظيم لو وصلت الادية دي احمد ربنا على كل شيء انت عايش فيه محمد ايه اغرب معلومة عرفتها طبعا ده غريب برضو بالنسبة لنا جدا بس الحلو فيه ان انت بتقوله بجد بطريقة بسيطة جدا هي دي الفكرة والله ان انا بحاول طول الوقت حتى في اخر كل فيديو لازم اقول كده في الاخر اتمنى ما كنش طولت عليكم وكنو وصلت لكم الحكاية اللي كانت معين النهاردة بشكل مبسط وسهل يعني صوتك مريح ان الواحد يسمعه وبتقول الكلمات سهلة وبسيطة ان اي حد يستوعبها ويفهمها وده الازل حاجة في الموضوع ان انت ممكن تجمع معلومات كتيرة جدا جدا في وقت قليل بطريقة حكاية زي ما احنا قلنا قبل كده فبتطلع سيمبل وسهلة على اللي بيسمعك طيب اغرب حكاية سمعت عنها اغرب حكاية سمعت عنها والله في حكايات كتير طول الوقت كده وانا ببحث بلاقي معلومات ما كنتش عارفها بيبقى عندي فضول بقى لأ لازم اعرف الناس معايا المعلومة دي لا يعني مش في دماغي دلوقتي حاجة معينة مثلا بس كتير يعني فيه كتير حاجات بتظهر قدامي على فكرة ومعلومات علمية وحاجات بنبقى عارفينها بقى لنا سنين وفجأة بنكتشب ان احنا كنا عارفين الموضوع ده غلط بحس ان واجب علي بقى لأ لازم تعرف الناس حقيقة الموضوع ده طيب فيه معلومة قبل كده كانت صعبة ان هي تتعمل حكاية اه فيه كتير فيه موضوعات كتير مش موضوع صعبة بصراحة يعني المجتمع بتاعنا على قد ما هو بيبقى متشوق يسمع الحكايات دي حاجة احنا بنحبها جدا بس على قد ما هو برضو يعني ما بيدلكيش فرصة ان انت تاخد راحتك وانت بتحكي الحكاية ممكن لو هتقولي معلومة مثلا هو ما تعودش يسمعها بتلاقي جدل كتير جدا في التعليقات والناس بتبدأ تهاجمك والناس تبدأ ما تدلكيش فرصة ان انت تتكلمي على الموضوع هو ممكن يبحث قبل ما يعلق يبحث ويتأكد اللي انا بقوله ده غلط ولا صح لو ما بتدلكيش فرصة ففيه موضوعات ببقى انا عايز اتكلم فيها بحس انها جدلية او هتعمل جدل فبقول لك اجل ده شوية بلاش دلوقتي لما الثقة بنا وبن بعض تكتر يعني انت بقى لك قد اي دلوقتي عامل الشانل بي القناة بتاعت اليوتيوب يمكن من 2019 يعني سنتين شوية بس عدد الفولورز كتير على سنتين ماشاء الله مش بنقر اكيد لا الحمد لله طيب كواليس اول فيديو عملته احكيني عنها اول فيديو عملته اعدت على ترابيسة الصفرة وقلت للناس يا جماعة انا عايزكم تشتركوا عندي في القناة انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا تخيلت ان انا لما ابعت الفيديو ده لاصدقائي بقى كل الناس هتيجي تشترك بس ثلاثة ثلاثة بس اللي شافوا بقى اولاي القوي ده حتى صحابك بعوك يا محمد واللي زعلني اكتر ان انا بعدت الناس كتير جدا يعني واتصدمت انه عادت كتير شاف الرسالة وتلاثة بس هما اللي شافوها كمان يعني مش عملوا لايك لا ده شافوها يعني فيه ناس شافت المساج وآه عنها يحاضر وما يروحش وبس ده كان مهم يعني كان مهم انا نفهم انه مش هينفع تكمل غير بنفسك بقى اه ان انت لازم تقدم محتوى بجد مفيدة عاجب الناس عشان يدخلوا فعلا يعني جولك بسراحة عشان اكون صريح في البداية انا فعلا مكنش لقى نفسي اوكي فعادت اجرب كده وجرب كده وادحك شوية وهزر شوية وعمل حاجات كده كن دمامش خفيف بس كان بيفر معي التعليقات قوي يعني حتى لو التعليقين بس بيجوا والاتنين بيجمعوا على ان انت لأ مش حلو ده مش شبهك انت تقدر تقدم حاجة مختلفة كنت بس مع الكلام بجرب بقى لحد ما في يوم حكيت حكاية وهنا بقى يعني حصل بقى حسيت انه لأ يعني لأ كمل انت هنا يعني في المكان ده بس اخدك وقت قد ايه تقريبا ممكن ستة شهور طب كويس ده مش رقم كبير قوي ده حلو الكلام ده يعني انت ستة شهور بقى خبط كده وبعمل اي حاجة يعني انت في الاول ابتديت عايز تطلع على اليوتيوب فقلت حاجات ما كانتش انت فالناس ما عملت لكش فالو فادلت تجرب 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 لمدة ستة شهور لحد ما طلعت بموضوع الحكاية صح كده ما كونش انا لغاية البيت كمان يعني حتى والدتك هتدخل تشوفني مفيش اللي انت بتعمله ده مش حلو او حاجات زي كده يعني لحد بقى ما قدرت بقى الحمد لله ان انا يعني الاقي نفسي بجد ودي اكتر حاجة انا مبسوط منها طيب ايه اوحاش نقد جيلك من الناس اللي عندك فالورز على الشانل بتاعك اول ما بدأت اعمل او اتجه للفيديوهات القصيرة يعني انا لقيت العالم كله متجه للفيديوهات الصغيرة اللي تقدر توصل معلومة تضحك تهزر فانا حياتي العادية بتحك وبهزر وانسان طبيعي يعني فلما ظهرت الخاصية دي في العالم فقلت لا اجرب يعني انت حس انك تقدر تضحك وبتاع الناس كتير جدا ما كانش تعليق ولا اتنين كتير بجد ده مش حلو وانت دمك مش خفيف ومش شبهك وما تفكرش ان انت تروح على تيك توك لأ خليك هنا في يوتيوب يعني كلام يحبطك خلاص انا خليني هنا انا هتحبس هنا النهاردة وانا بكلم حضرتك عندي 2 مليون و800 الف متابعة على تيك توك كمان يعني لو كنت الكلام ده اثر فيها زمان وما خدش الخطوة دي ما كانش ده حصل يعني فده اكبر نقب بعد اللي خليك تقاوم الكلام ده يعني انت هما بيقولك لأ خليك على يوتيوب وانت مش هتنفع في الحتة دي خلص بتاعت مسلا تيك توك وخليك على الاب دي او المكان ده ممكن خبرة شوية خدت خبرة شوية من السوشال ميديا وفهمت وديرسال بقى لأي حد بيسمعني دلوقتي بجد انك طالما عندك هدف وعايز تعمله طالما واثق ان اللي انت بتعمله ده مش غلط وانه هيضيف لك اعمل يعني خلاص انت واثق انه ده مش غلط كمل واستمر هتنجح هتنجح ولو بعد فترة ما حققتش النجاح اللي انت كنت متوقعه فيش أدنى مشكلة اللي انت ستب يعني واتجه اتجاه تاني صح مظبوط خلينا نشوف كمان فيديو ليك يا محمد ونهرك هو ليه المصريين زمان كانوا بيحطوا اوكرتين على الباب واحدة كبيرة وواحدة صغيرة بيقولك مع ناصر حكاية بيقولك المصريين ايام العثمانيين كان ليهم عداد غريبة جدا بس عداد محترم يعني مثلا لو جالهم ضيف ينزلوله مع فنجان القهوة كاس مية لو شارف فنجان القهوة الاول يبقى تمام لو شارف كاس المية الاول يبقى جعان وينزلوله اكل فورة لو معدي قدام اي بيت من البيوت ولقيت وردة صفرة ده معنى ان في حد مريض جوه لازم توطي صوتك وانت ماشي وما تعملش اي ازعاج لو لقيت وردة حمرة ده معنى ان فيه انسة جوه البيت لسه متجوزتش تقدر تتقدم لها عادي جدا وطبعا ما تقولش اي الفاظ وحشة وانت معدي جنب البيت عشان ما تاخدش حيائها كانوا بيحطوا على باب البيت اكرتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة لو سمعوا خبط بالصغيرة يبقى اللي بتخبط واحدة ست واللي تقوم تفتح لها واحدة ست لو سمعوا خبط بالاكرة الكبيرة يبقى اللي واقف على الباب راجل والستات يختفوا والراجل هو اللي يفتح له ياريت العدد ترجع تاني محمد ايه رأيك في انتشار صنع المحتوى بتاع المعلومات على السوشيال ميديا ده شيء عظيم جدا 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 من افضل الحاجات اللي حصلت هي دي لان فيه ناس كتير على فكرة مش بيحبوا القراءة يعني مش متعودين على القراءة بس هم نفسهم يسمعوا معلومات نفسهم يصقفوا نفسهم لما بيكون حد ربنا يعطي له الحتة دي او الموهبة دي بتاعت انه يدري وصل المعلومة فانا شايف انه ما يترددش ثانيا لان فعلا الناس محتاجا لك مش كله بقى يعني اه اوكي انا مع ان احنا نضحك ونهزر ونفرفش الناس بس كمان مهم قوي ان الساعات اللي احنا بنقضيها على السوشيال ميديا لا لازم نستفاد برضو اه اوكي نتسلى بس لا لما بيظهر قدامي حد بيتكلم في معلومة ده شيء مهم جدا جدا يفرق في شخصيته حتى وفي حياته انت متفرخ تماما لصناعة المحتوى ده ولا بتامل حاجة تانية معي ممكن سنة تقريبا سنة بالزبط خدت القرار ان انا لا هفضل هنا في المكان ده وهطلع كل الطاقة اللي جوايه وهركز فيه بس يعني طيب ايه اكتر تعليق لطيف او كاميدي جيلك مش بتنسيه خالص على المحتوى اللي انت بتقدمه والله فيه تعليقات كتير بيتيجي كويسة جدا لو بالذات لما بيكون من حد صغير في السن طفل صغير كاس ده هو بريء هو مش بيجملك يعني فلما يقول لك انا بحبك جدا او انا يعني نفس اشوفك ده تعليقات يعني ممكن اقول لك انها فعلا ببلم كده قداما اصلا ده مش هينفقك يعني اوه ممكن صديق ليك يجي يكتب لك تعليق حلو عشان هو بيجملك يعني فيه بينك وصداقة او كده انما ده حد ما يعرفكش وصغير في السن وتلاقي حد كمان من ضمن التعليقات انه حد كبير ابني بيحبك بنتي الصغيرة بتحبك انا عايز اقول لك انا كنت متخيلة ان الناس اللي بتتفرج على المحتوى اللي انت بتقدمه يعني كبار من الصغيرين في السن مش اطفال يعني بس ده حاجة كويسة جدا لا انا يمكن عشان عامل ميكس هنا زي ما انت قلت في البداية كانوا بقدم الموضوع بشكل بسيط بالزبط فانا كمان زيك على فكرة اتفاجأت بجد لما قابل حد صغير في الشارع مساء يقول لي انا بشوفك فاتخيل انه بيتفرج على الفيديوهات الصغيرة فيقول لي حتى شفت فيديو وكذا ليه فيديو كبير طب انت يعني استفادت اه على فكرة وحصل كذا وكذا فبصراحة دي من اكتر الحاجات اللي انا المبسوط بها قوي انك تدر توصل المعلومة دي بتوصل معلومة الكبار وكمان صغيرين في السن يمكن يكون درسة على فكرة في المدرسة بس يكتب لك احلى كومنت بقى اللي هو يقول لك ايه ولا انا في امتها منك اكتر من مدرسة المدرسة بالزبط طيب غششنا بقى ايه الفيديو اللي انت شغال عليه الجديد الفيديو اللي انا شغال عليه الجديد هو فيديو فيه غموط جامد جدا قصة سيدنا ادريس وعلاقته بالاهرامات وبناء ابو الهول وحاجات كتير قوي فيديو من الفيديوهات اللي انت من شباب تقولي لي ايه الحاجات اللي بتردد الحاجات اللي بتردد اعملها ده واحد من الفيديوهات دي ولكن خلاص بعد ما جمعت المعلومات الكاملة بالأدلة بكل حاجة قررت ان انا لازم اعمل الفيديو ده عشان أوصل للناس معلومات جديدة ومهمة طب المعلومات التاريخية بتجمعها من فين؟ مصادر بقى يعني هتلاقي دايما في المعلومات التاريخية فهتلاقي مصادر تاريخية مصرية موجودة من سنين السنين يعني دي بتجيبها ودي مصادر موصوقة يعني أي حد عايز يجيب أي معلومات لو دخل بحث مثلا على جوجل كمثال هيطلع لك مصادر كتير جدا تبدأ أنت تبحث في كل مصدر هل المصدر ده موصوق منه ولا الناس بتشكك فيه تبدأ تجيب المصدر وعلى عهدت الروي والله جماعة تذكر في الكتاب الفلاني والكاتب الفلاني كذا 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 خلاص هو اللي بيتفرج عليك شاف المصدر يقدر يبحث هو بقى بطريقته ولو عنده معلومة يضفها يتفضل طبعا يعني ممكن حد يضف لك معلومة على فكرة جديدة عن الموضوع أكيد طيب المعلومات اللي انت بتجمعها أكيد بتاخد وقت كتير قوي طبعا بتاخد وقت تدقي تقريبا لا كتير يعني ممكن فيديو واحد أقعد أجمع معلومات 3 أو 4 أيام في فيديو واحد يعني أفضي نفسي 3 أو 4 أيام لفيديو واحد بس أن أنا عايز أجيب معلومات كتير لأن أنا كمان بعزل نفسي عن أي حد تكلم في الموضوع قبل كده في فيديو بخاف أن أنا أتأثر بأسلوب أو بطريقته أو بالترتيب الموضوعات حتى بتاعته عشان ما حد تفرج علي ما أقولش أنا سمعت ده قبل كده أنا عايز أجيله بحاجة جديدة هو ما أسمعش الموضوع ده قبل كده فبعزل نفسي تماما فعشان أدور على حاجة من الأول فده بيكون صعب عايز ترتب الموضوع مش عايز معلومة تفوتك وعايز تكون متميز عشان التعالية الحلوة اللي يجيلك في الآخر يقولك أنت لميت للموضوع كله في دقيقة بسيطة أنا بقيت فاهم الموضوع كله فلا الموضوع التصوير أخف من الإعداد بتاع الموضوع بالنسبة لي صراحة أنه أصور ده بيكون أخف شوي لكن أن أنا أعد ده بياخد مدة طويلة جدا جدا طيب بالنسبة للناس اللي هما بيحاولوا يعملوا محتوى مفيد فيه ناس كتير ويوصلوا أنهما يبقى عندهم ناس كتير بتبعهم وبيتفرجوا عليهم تنصحهم بإيه؟ أقولهم الصراحة أنه يعني الحاجات الترفيهية هي المنتشر بشكل أكبر وأي حد بيقدم محتوى علمي بيقابل في الأول صعوبات كتير لأنه الناس ما تعودتش تشوف ده هو مش ساب المدرسة وروح البيت عشان يمسك الموبايل يسمع معلومة فعشان الناس روح البيت تسمع كمان معلومة لازم يكون أنت عندك بقى حاجة مميزة تقدم المعلومة بشكل بقى بسيط ابتسامة خفيفة ضيف معلومة في وسط الموضوع لها علاقة بس معلومة تضحكه وحاول وانت بتقدم الفيديو ما تخليش اللي بتفرج عليك يفصل منك مباش كله دسم 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 حاول انت في النص يبقى في فواصل بسيطة كده تخلي عايز يكمل تشويق أكتر فلا هو النصيحة اللي أقولها لأي حد بفكر يعمل ده في الأول موضوع صعب جدا وده حقيقة على فكرة وحتاج صبر كمان يعني الناس ما تفقدش الأمل بسرعة بس هذا الطبيعي يعني على فكرة هتلاقي مثلا في مجتمعنا أنه الدكتور اللي هو شاكله المهندس اللي هو شاكل المطرب اللي هو شاكله هكذا فأنت داخل كارير حارف أنه في النهاية شاكله هيبقى كده فكمل فيه استحمل أي حاجة صعبة في الأول بس خليك دايما فاكر أهم شيء أنك بعد سنة اتنين تلاتة أنت سايب رصيد حلو يعني الناس اللي بتشوف فيديوهاتك القديمة دي ده أنت عامل رصيد كويس جدا مفيد لأي حد بيشوف محمد بجد بشكرك جدا على وجودك معايا النهاردة ونورتنا في ستوديو ترانس وأحلى حاجة في الدنيا أنه إحنا لما بيجلنا ضيف وبجد بيقدم حاجة بنساعد بيها الناس تانية حتى لو زي ما أنت قلت طرفهية أو أنه بيقدم له معلومات بطريقة مبسطة إحنا بنكون مبسطين جدا أنه إحنا بنقابل ناس زي أنا كمال مقصود جدا مرسيح محمد جدا شكرا وبكده نكون خلصنا حلقاتنا أشوفكم بكرة وترانس جديدة باي باي